السلام عليكم اغلب الناس جاوبوا صح على موضوع انه ليش ما في بغرف العمليات زوايا او كورنرز نسمع دائما انه مريض نجحت عمليته بس مات بعد العملية حسب الكود الامريكي هو الكود الافجي بيحكي انه غرف العمليات لازم يكون فيها لا زوايا ولا كورنرز وهذا عشان تتأسباء السبب الاول وهو المهم وهو الاساسي انه البكتيريا بتجمع بالكورنرز واذا البكتيريا جمعت بالكورنرز صعب تعقيم الكورنرز وتخلص من البكتيريا للمريض ممكن تقتل المريض فجد الموضوع حساس عشان اكنا بنعمله كيرف وهذا الكيرف يعني بيخفف او بيمنع تجمع البكتيريا فيه ويسهل تعقيمه الثاني سبب اللي هو انه نحنا لما نبني المستشفى اكيد حيكون فيه داستر صعب تنظفه يعني اذا كان فيه زوايا واذا ما تنظفه منيح اصلا هو سبب من الاسباب انه يتكون فيه بكتيريا واشياء هاي فهذا صعب يتنظف الزوايا فنلجأ للكيرف السبب الثالث انه بعد ما نخلص حكينا على البكتيريا حكينا على الداست وفيه كينة اكيد داست واوساخ وهاي اصلا ما نخلص البناء ونسلمها والمينتينانس وهالاشياء فهذا كمان الكيرف بيسنب هالتالاشياء خاصا غرفة العملية غرفة جدا حساسة فهاي كانت اهم ثلاث اسباب بس هاي كانت معلومة حبيت شاركة للجميع وان شاء الله الفيديوهات الجديدة احنا نحكي عن مشروع جدا جميل وجديد فانتظرونا اشتركوا في القناة